اشتركوا في القناة استهدف التجمعات السكانية في بعض المناطق بالمملكة العربية السعودية الشقيقة والتي قامت بفضل الله تعالى قوات الدفاع الجوي السعودي الباسلة باعتراضه بكل كفاءة واقتدار وقد أكد صاحب السمو الملكي بأن هذا العمل العدائي الآثم الذي استهدف أمن وسلامة المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيقة يتنافى مع كافة الشرائع والقيم والمبادئ الإنسانية والدولية كما أكد سموه وحفظه الله ورعاه مجددا تضامن مملكة البحرين ووقوفها صفا واحدا مع المملكة العربية السعودية الشقيقة وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءاتنا الحفاظ على أمنها واستقرارها مشيدا سموه بالقوات المسلحة السعودية وجهودها في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة والدفاع عن مقدراتها سائلنا المولى عز وجل أن يحفظ المملكة العربية السعودية الشقيقة والشعبها الكريم من كل سوء ومكروه وأن يديم عليها نعمة الأمن والسلام والرخاء في ظل القيادة الحكيمة لأخيه خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ورعاه كما بعث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء المواقر حفظه الله ورعاه برقية مماثلة إلى أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة